اشتركوا في القناة وضعنا الفيديو السابق في عدد كبير من المغاربة تفاعلوا مشكل كبير مع ايمان وفي نفس الوقت هناك وناس آخرين لهم صيلة بالملف ربطوا به الاتصال مستجدات جديدة في الموضوع سوف نشوفها مع ايمان وضعنا الفيديو تفاعلوا معك الناس وهناك مستجدات نشكر اخي يا يوسف بعض الناس اللي عيتوا لي خارج المغرب وداخل المغرب اللي تفاعلوا مع الفيديو ديالي واللي حسوا بي وحطوا ريوسهم في بلاستي انايا كان بزاف الناس اللي حسيت بيهم بحلي قرب مني وكان شكرهم بزاف والمستجدات الجديدة انه واحد سيدة صاحبة ماما جات عندي قتل عندي انا منا شفتها حيث شحد هذي ما شفتهاش منا شفتها ارتكبت كنقول حتى الهد لقيت شحدة جات عندي هاد سيدة منا جات قاتلي ايمان انا شفت الفيديو لقيت اللي قاتلي ايمان انا شفت الفيديو حسيت بان شي حاجة قد تقولها عليها من بعد منا قلت لها قولي وش كينة شي حاجة قاتلي ايمان اه كينة واحد الحاجة اللي متواحد ما غيقدر يقولها عليك واكترية محجوبة انا ما يقدروش يقولها عليك قلت لها شنا هي يتقول لي يا را را محجوبة هي اللي مشتجابتك من عند بنت حمها من عند حافظة منا قلت لها قلت لها عوديلي ويدتقول لي راحت الام ديالك اللي والدك كانت حامل كانت خدامة عندهم في الفيلا ديالهم والولد حافظة هو اللي غلط معها ومن بعد محجوبة قلت لها انا را غادي هاتشي لي فكرش هاد السيدة انا را غادي نفكر منه قالتها قالت الحافظة قالت لها يا ابنت يا والد اغنديها الجارشي هذا الشيء لي كان منه ولدتني الام ديالي جات محجوبة ادعتني من عندها من بعد بتل شيئة ادعتني من عندها اعطتني المام الله يرحمها ومن بعد بتل شيئة انها قلت لها ادعتني انها كانت مستطع ادعتني انها قربت الحقيقة ولكن لا اعرف ماهو بالصحة انها قربت لها او انها قربت بعيدة منها ادعتني انها ادعتني انها ادعتني انها من الاسم من الاسم من الاسم وكانت اعرف الاسم لا اعرف ان الاسم لك لماذا اقلت لي ولم تقلقوا لي ولم تكونوا مقربت لي وعرفين الاسم لها قالوا لي لها لا 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 اعرف من الاسم لها انت ذكروا لها أنا الحاجة الواحدة اللي بغيت نعرف غير أشكون الأب ديالي والأم ديالي ما طالبة منهم تشي حاجة ما طالبة منهم تشي حاجة طالبة غنشوفهم أول مرة وآخر مرة والآخر مرة أنا غنشوفهم ما طالبة تشي حاجة منهم محتمل لك أنت تشوفني أمي اللي كنقول لها أمي محجوبة وكل شيء أرحميني قولي لي الصراحة فين كينين أنا ما بغيت شي حاجة هاد أتحافظه محجوبة شو المعلومات لي عندك اليوم في كينة أتحافظه في كينة محجوبة أنا اللي كيقولوا لي أنا حافظة كينة في آسفي ومحجوبة ركينة في درب كبير وقالت لي أنا لمعارفين هاش واش ميتة ولحية واش واحدة من العائلة وما تشعر فيها ميتة ولحية أنا لا يمكن ويقولوا يا تسنة يا تسنة يا تسنة أنا نقلبوا عليها أنا نرى ما هو واحد الذي يعطينا النمرة لها أمي أصلا كانوا عندهم هذه الأيامات شي واحدين من آسفي أمي قالوا كانوا لم يعرفوا هاش فين كينة أمي الناس جوشين عندهم والكساغر يسولونهم غير هما يا واش بالصح ميتة واش كينة ولا ما كينة وأنا مغرق يكتبوا عليها ما ندويش معها قلت لها رسميش وقعت لك اللحنا ما كنكتبوش عليك أمي الناس رأى اللي يقين قلنا وأنا بغيت غير نعرف غير شكونا هما ما بغى منهم تشي حاجرة كنقولها وكنعود نقولها قبل من التصوير قلت لي واحد لكلمة ما كون واضحة مع الناس قلت لي ما تنعش اه ما بقيش كننعس الماكلة وما بقيش كنقدرت ناكلها ولي كنقول سافي واش أنا قربت أولا باقة بعيدة ولي كنقول علاج كون غير وكنها معرفت الحقيقة المرة اللولة وكن غير ماما ماتت وما قالتها شلي الله يرحمها وما قالت لي أنا غير مربياك رب حالشي حافية شعلتها وخلتها شعلة فيها ما هي الرسالة التي قلت لك هذه السيدة التي هي صاحبك الأم دي لك الله يرحمها وقريب عليكم ما هي الرسالة التي قلت لك ديري وما هي الخيوط التي قلت لك تبعي وما ستساعدك هي لقدرت هذا أجر كبير وعلي بغي يساعد فيه أجر محسوم عرب العالمين ما هي الرسالة التي قلت لك ديري بالضبط قلت لي الحن الواحد واشتت تحودي تمشي عند محجوبة وطلبة قلت لي رب ما بغيرت قلت لي مشيت عند المرة اللولة رب حالي حالي شي كتاب رب نهاري مشيت عندها كنت غادة فرحانة واخاكة كنت غادة كنت غادة كمقول رمي ما غادش تديرني رب حالي تقول لي الصراحة ولكن قلت لي بحال شي كتاب محلول وفي الأخر ستاعد الناس الذين لم تروا الفيديو هم نحطرهمهم أول مرة بشيفهم وعود لي هذا محجوبة هذا محجوبة كيف قلت لي؟ فقد قلت لها أول مرة أول مرة فاش مشيت عندها قلت لها أمي رأى ماما قبل ما تموت رأى قلت لي ينجي عندك وانا يرى غير مربي سيري عند محجوبة وحافظة هم اللي عارفين من الناس ميتوا قلت لي بحالة طريقة قلت لي أشنو بغيتي في غير مرتبطة وما تريد رأى صادق قلت لي أمي رأى ما أشنو بغيص وكيف أشنو بغيص بحالة طريقة الناس على حالة أخر قلت لي معنك لا تعرفه قلت لي900 وعندما أقول لي وعندما أقول لي أول شيء كان يرأمك كانت مجوجة كانت بمزوجة قلت لي قلت لهم وما يرأي عورا ولكن أ الخيارة لك كي تنفي ومن ثم كي تنفي و لم يسبب حصلها هذا اللي تقول الله هي البلسانها قال له anun أب favorites ولا تريد تعلم بها قال له قالت له Moi Exclusive قابل حفظة تعرف الم genere فقابر قال له قالت لها الأم التي هي جدا جدا قالت لها نحن نريد أن هذا الأمر الذي ستسهل ببنتنا لا يبقى لها لا يبقى لها قالت لك أن نقص الأب تأحضر كمها ويقوم بقيتك من رجلك سنحرموه من ابنتك لا سنعرفه ميت أو الحية قالت لها صافة قالت لها ابنتك من عندها هذه محجوبة ليس جيدة لدينا الآن عورة كبيرة ستكون في الثمانينات ومريدة وكل شيء رحميني كما هذه السيدة اللي ماتت ما ماتتها حتى قالت الحقيقة وماتت حتى صفي حرفت رأسها هي كنت قد قولها كنت قد قولها العائلة قولي الحقيقة الإيمان هي خوف خوف حتى أنا هي كل شيء بالنسبة لها خوف قلت لهم لا نقدرش نقول الإيمان نهار اللي غنقول الإيمان حتى تكون واصلة فيها أنا عارف رأسي أنني سأموت ما سنبقى أنني حية هذه العائلة اللي هي ديال ماماك اللي رباتك عارفين هذا السير هذه المدة كلها ما كانش فيهم اللي عمر قرر قدر يحصل لك رسالة والحسيتي بشي واحد كان بحي لك يعطيك شي إشارة ما كانش كل شي ساكت كل شي ساكت قلت لك سر قلت لك ما يمكنش لنا قلت لك قلت لنا شي واحد قال شي كلمة عمري قاتية ما كانش guys قلت filos kah cars قلت لهم قلت لهم أنا هتقدر أنها تغطر أو تعقش يا أ vaz Reed عارفها عارفت طبيعة كان магазины قلت لهم نحن إن شاء الله على تتبع الملف ونصدر الحقيقة إن شاء الله مشاهدنا الكرام كما تبعتم معنا لما ملف صادم مشكل كبير المستجدات الجديدة في الموضوع اللي هي إنسانة مقربة شيئا ما من الأم الله يرحمه لرباته أعطتها تسر موضوع النقاش لا زال ملف بينها حافظة ومحجوبة مشاهدنا الكرام في خضم الموضوع تلقي اتصال حيتي فيه عند واحد السيدة من المقربين ديال محجوبة اللي أعطتني نقط أخرى تتقارب مع معطاية اللي أعطتني ناجات لها الشكر جزيل صراحتان اللي قلت لي بأنه قادي تمشي عند حافظة والدنيا فيتا لا حافظة ولا محجوبة شيئا ما متقدمين في السن وبعض أعتقد وحده فيهم عند مرض شيئا ما صعب سؤال كيف تلقى رب العالمين أرجوكم نحن لازمنا في إطار في الود والرحمة بطريقة سلسة من أجل الوصول لهدف هذه الشابة تعرفش كونه وتخوش كونه يا أمه هذا الجانب الأول الجانب الثاني هذا الأم وهذا الأب اللي هو ما ولدوها ممكن يكون كل واحد فيهم تجوج عنده ولدات واش نبغيه على نفسنا واحد من مهار رقم عشي واحد هي من الولاد وتجوج به أنا وليه في كاريته هذا موضوع يعني كل من ساهم من أجل الوصول الحقيقة أجره محسوما رب العالمين مشاهدين الكرام أختنا جاءت مشكورة تفعلت معي بشكل كبير أنا لم أشوفها شابطت بي ارتصال في الواتساب وهي على استعداد أنها تبحث عن الحقيقة وتواجه حافظة من أجل أنها تقول لها الحقيقة وتقول لها شكونا يا الأم ديالها إيمان 26 سنة أي إنسان فينا أي مغربي يذكر أنه لو أنت يتخيل نفسه فضل وضعها قبل ثلاثة أيام الأم اللي حلت فيها عينها وهي عندها ثلاثة أيام ودابها عندها 26 عام قبل ما توفقها تقول لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي أبك كانت طريقة اللي داروا العائلة سترات على الموضوع بشكل كبير حفاظا على الأبعاد اللي قتلية موضوعية ومنطقية من هذا الجانب خوفا على إيمان بحكم الحب الكبير اللي عند الأم والأب اللي يرباوها لأنه هادي الناس بجوش ما عندهمش الولاد عندهم هذا المنزيل خلوا هادي الإبنة وهي الآن بين نهرين ها اللي يرباوها اللي حلت فيه معينها وعندها ثلاثة أيام وفي الأخير تكتشف أن هناك أب وأم من صلبهم ناس أخرين فينا هما كيفاش أعلاش أسباب مسببات الواقعة الله أعلم مشاهدين الكرام النداء مرة أخرى العائلة دي الأم والمقرابين دي المحجوبة أحافظة أعتقد وكذلك الأخت ناجات اللي لها صلة قرابة كبيرة محجوبة اللي ربطت بي الاتصال وكذلك ما أتمناه وما يستهونه أنا والمغاربة أنه يكون عندنا شيء لقاء خاص بين إيمان والأم دياله وهذا هو الأجل هذا شق اجتماعي في الود في الإنساني بشكل كبير كما يبقى الجانب الثاني اللي هو الجانب القانوني والحقوقي في الموضوع هناك الجمعية بطبيعة الحال إلا ما توفقناش في هذه الخطوات اللي قد دخل على الخط في إطار القانون ونيابة العامة بطبيعة الحال لها من السلطة ما يكفي للبحث بدقة من هي أم ومن هو أب إيمان لأنه نحن في دولة إسلامية ولا يمكن أن تكون إيمان في هذا الوضع وهذا اللي والدها عندهم أولاد حرين وملك التطاب الخوتها ولي قدر يتعرف عليها شاب مثلاً أتولي مزوجابون ولي فكاريتا مشاهدين الكرام سوف نبقى دائما متتبعين الملف وسوف أوافقكم دائما بالجديد فيما يخص حيتيات قضية إيمان إيمان 26 سنة قبل وفاة الأم ثلاثة أيام الصدمة كانت قوية العنوان أنا ما شمك وهذا ما شبك من هو الأب من هو الأم وهذا هو ما نهجف إليه مشاهدين الكرام تعلق المواطنين شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم